السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة لحضير الفلفلة الحارة سلسل حارة سلسل حارة سلسل حارة سوف نحتاج فلفلة كمية من فور الأحمر سوف نستعملها سوف نحضر الفلفلة و نحضر الرويس نمسحها بهذا الشكل نشوفها جيد سوف نستعمل ثم نستعمل زرغة نشفها النشوف كمية أخرى نغسلها جيد منظفها نضيفها جيد نحفت على الزائنة قمت بتحديد رويس كمية الفلفل وكما يتحرك مطلق البيانة وكما يتحرك كمية الفلفل الاخضر ثم نحفت بطريقة جيدة ونرى كما يراها كما يجب ان نشفت الفلفل الاحمر وضروري تجدون ملعقة صغيرة الملح ملعقة صغيرة السكر ومن بعد سنطحنهم سنطحن الكمية سنطحن الكمية وضع نصف الكمية حتى نطحن الكمية كاملة من الفلفل سنطحن الكمية الأولى سنطحن الكمية الأخرى سنطحن القراءة سنطحن الكمية سنطحن الكمية سنطحن الكمية سنطحن الكمية فلفل الأحمر لتحنته مع الملح ومع السكر ملعقة صغيرة الملح مع ملعقة صغيرة السكر سنطحن الكمية ثم نصف الكمية كما تظهر سنطحن الكمية فلفل الأحمر سنطحن الكمية ومن ثم نطحن الكمية سنطحن الكمية سنطحن الكمية ومن ثم نطحن الكمية قمت بإنجابه استغرام الكمية هنا كما تريد الفلفل الأحمر سنطحن الماء سنطحن الكمية صغيرة ومع سنطحن الكمية سنطحن يتعرض صغيرة سوف نطحن الأحمر سنطحن الماء نحيط لهم الرؤوس كاملين ومن بعد كيف مشتوه في الفلفل احمر خاصوه يكون ناشف مزيان يعني ما يبقاش فيه الماء نهائيا يعني خاصوه يستقطرب في الأول ومن بعد كتنشفوه بشي هكا كشي كتان اللي تكون هكا اللي غد تمتصد ذاك المكامل اللي فيه أنا غنكمل الكيمية ومن بعد هنوريتكم غالي نشفو ومن بعد هنوريتكم الطريقة الثانية طريقة اللي ولادنا فيها غالي ملح والسكر سانيدة وزيت نباتية هالطريقة غالي نحتاجه لعطرية غالي نحتاجه الكامون السكنجبير السكر سانيدة الملح وغالي نحتاجه القصبور يابس مدقوق بالنسبة للقصبور كمية كثيرة يعني جوج مع هالك كبار ديال القصبور ومعلقة صغيرة ديال كامون ومعلقة ديال تحميره ومعلقة صغيرة ديال ملح ومعلقة صغيرة ديال سكر سانيدة هني التوم غالي نناخده غالي ننحيد له القشرة ديال وكيف ماشفته بالنسبة للفصوص ديال توم غالي نتبعه معي حتى تشوفوا شحال كمية ديال توم غالي نحتاج هادي الطريقة الثانية يعني وطريقة كتجيتة هي زوينة والديدة ورائعة وكتكون الفلفلة كتجين زوينة وكيف ما كتلكم الفلفل سواء أخضر ولا أحمر يعني لكان حار انتوما إلا كتستحملوا الحرورية دياله يعني كتخليوا بالزريعة يلا ما كتستحملوه هاج كتحيدوا الزريعة انتوما شفتو معي الفصوص ديال توم شحال يعني كنحتاجوا واحد الدرس كامل ديال توم بالنسبة للفلفل من بعد مما الفلفل أخضر من بعد مما نشوف غادي نطحن واحد الكيمياء منه مع التوم والكيمياء الخرى كنكملها كنطحنها عادية ومن بعد غادي نضيف ليهم العطرية كيف ما غادي تشوفوا معايا هذا الفلفل الأخضر اللي تحنتو مع التوم من بعد مما تحنتو مع التوم غادي نضيرو في واحد الإناء وغادي نضيف لي ديالك العطرية كاملة اللي قدرنا من قبل اللي وريتكم من قبل هذا الفلفل اللي تحنتو بوحدته زماما زايدة ليه لا توم ملاحة حاجة غادي نخلط العناصر فيه في الآخر كاملني كتخلط العناصر معه من بعضياته وكتندمج يعني كتشرب ديك العطرية وكل شي يعني خاسكم تخليون واحد شوية غادي نضيف العطرية كيف مشتو معايا كاملها غادي نحرك العناصر حتى تندمج كاملها مع معضياتها وغادي نضيف ليهم زيت الزيتون بالنسبة لزيت الزيتون الكيمية غادي تحتاجوا واحد ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون وإلا أنا لقيت أن بقينا شوف غادي نضيف الكيمية وحدة أخرى مهم تبعوا معايا المقادر حتى للخار وتبعوا معايا طريقة ديال تحضر ديال هاد الفلفل كي يجي رائع والديد وزع ما يمكن لكم تستعملوه فأي وصفة بغيتوها بعد مرة أي حاجة كتحتاج الفلفل الحار يعني غادي تحتاجوا تستخدموه فيها أضفت كمية ديال زيت الزيتون يعني تقريبا أنا غادي نحرك حتى نشوف القوام دياله اللي شحال الكيمية اللي غادي نحتار حيث على حسب الفلفل اللي استعملت كننجل عناصر جيدا باش كتدخلي ديالعطرية مزيان مع دوك الفلفل وكتشرب مزيان ديالعطرية وكنخليها حتى كترقات جوية يعني باش تدخلي العطرية مع الفلفل وكتاخد داك داك الماداق ديالها كيفما تدرنا في القراءة اللي بوريتكم قبل يعني أنا بوريتكم النوع الثاني من ديال القراءة ضروري كي يبدو بزيت النباتية هي اللولة ومن بعد هاد كنحطو الفلفل وسط الإناء اللي احنا هي غادي نحكمو الإغلاق دياله كيفما شفتو هاد ما تخافوش من القراءة ديال زاجي اللي بدرتون في كونجلاتور را ما كيتهرسو محتى حاجة ما غاي ترتقو محتى حاجة يعني ما تخافو منه موالو ومن الأفضل أنكم ديروا ديال الإناء يكون زجاجي راه كيحتافوض على على الفلفل جيدا كيفما شفتو معايا غاد ندير كمية ديال فلفل كاملها وهذه راهي قراءة ديال اللي اصلي كنت عندي إلا تفرس عندكم ديال كونفوتور ديال مطاشا ديال الطماطن المركزة حتى هي نازمة يمكن لكم تستعملوا دوك القراءة يعني ما تخافو منه ممتحاجة وخصوصا مني كنديروهم في الكونجيلاتور ما كنتخافوش أنه يتأكسد يعني ما غا تحتاجيش تدير لدك البلاستيك الغيدائي باش تسديها بلحت حاجة انا كندير زيت نباتية هي اللولة من بعد كندير دك الفلفل اللي تبشتو مع العطرية ومن بعد غاني نضيف لي زيت نباتية تاني من الفوق يعني ضروري لان باش ما تصوش لي من فوق و باش كتبقاها كارطبا وغطرية وقت ما بغيت نجبدها كنخلي عغي واحد شوية تدي كونجولة واحد ميم با واحد خمسة دقائق ويمكن لي انا نستعملها كيفما شفتو دفتن الزيت النباتية من الفوق ومن بعد غاني نسدها عادي يعني ما غاني نحتاج ندير لها بلاستيك غذائي لحت حاجة غاني نسد القراءة بطريقة عادية كيفما كتسديها ومن بعد غاني ندير هون في الكونجيلاتر هانتو ما يعني الفلفل اقدر وفوسفل احمر اه كيجي فيهم واحد مدقراء او كيجي فيهم واحد جد كبير خصوصا انا خليتو فيهم الزريعة ديال الفلفل ويلا حيتو الزريعة ما كيكونش فيهم واحد جد قاعزة ما قاسح يعني كيكونوا على حسب انتو ما تدوق ديالكم من بعد ما كيجي بدو معايا هانتو ما شفتو هانا يلا جبتو من كونجيلاتر جامدين واستعملتوا هوا يعني فايتم استعملهم في وصفات كتار وقلت زا ما نشارك معاكم النتيجة اللي سميتو من بعد كدخل انا هنا يا هانتو ما شفتو شكل ديالهم غير خليهم خمسة دقائق ويمكن لي انا نستعملهم من بعد في اي وصفة بغيت يعني كيكونوا بسهولة يمكنكم انكم تاخدو تاخدو الكيمية اللي بغيتو منهم هاد شي اللي كاين هادي طريقي بتحضار الفلفل المنزيلي ما فيه لما وضحة فيضالة حتى حاجة يعني طبيعي مئة في المئة هانتو ما بلموس راه هانتو ما كيدخل لي الموس يعني ضغية كي تزول معي الكيمية اللي بغيت استعملوا الكيمية اللي بغيتو وكنتمنى ان الوصفاتنا الاعجاب ديالكم وتنجح معاكم واللي اللي اجبتو الوصفة يخلي لي تعليق في تعليقات وما تنساش الدرجام والاشتراك في القناة ديالي ومحبابيكم معايا وان شاء الله غالي ندلكم فيديو جديد ان شاء الله ترقبوا اخر فيديو ان شاء الله وما بقى ليه الى نقول لكم الا السلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله